الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد فمن أنعم الله عليه بنعمة فعليه أن يصونها وصيانة النعمة والحفاظ عليها يكونان بشكر المنعم عز وجل حيث يقول الحق سبحانه وإذ تأذن ربكم لإن شكرتم لأزيدنكم ولإن كفرتم إن عذابي لشديد ومن تمام شكر المنعم الوفاء بحق النعمة التي أنعم الله بها عليه ولكن كثيرا من الناس مع طول النعمة أو بقائها لهم أو إبقاء الله لهم إياها قد ينسى المنعم وقد يظن أن ما حصل من مال أو جاه كان بفضل ذكاء محض أو عمل شخصي محض أو جهود محضة وينسى أن التوفيق أولا وأخيرا بيد الله وحده وقد ضرب لنا القرآن الكريم أمثلة عديدة على عاقبة كفران النعم فقال سبحانه واضرب لهم والحديث والخطاب لنبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم واضرب لهم أي واضرب لهم يا محمد مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب ووصف الحديقة بالجنة دليل على ما بلغت هذه الحديقة من ثمر وعطاء ومن فضل إنعام الله عز وجل حتى وصفت بالجنة وكأنها جنة لحسن ثمارها واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب من الذي أعطى ومن الذي منح ومن الذي أنبت هو الحق سبحانه أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزاعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغامون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشعبون أأنتم أنزلتموه من المزني أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجاء فلولا تشكرون والذي أعطى والذي أعطى السمر والذي جعل الحديقة جنة من أعناب هو الله والذي حفف بإنبات النخل هو الله أنت عليك أن تأخذ بالأسباب لكن ليس بيدك أن تخرج الحب من الأرض إنما هو من أمره إذا آد شيئا أن يقول له كن فيكون وضعب لهم مثل ناجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زعاء كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا أي آتت أعلى إنتاجية ممكنة العنب آت أكلها والنخد آت أكلها والزاعي الذي بين الجنتين وبين الأعناب وبين النخيل آت أكلها كلتا الجنتين آتت أكلها آتت محصولها كاملا في وفعة إنتاجية كاملة ولم تظلم منه شيئا ومن شدة ومن زيادة فضل الله أن جعل سقي الماء بين الجنتين وفجعنا خلالهما نحا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفعا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه نسي المنعم عز وجل قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا ثم تطاول في قحوده وكفرانه للنعم حتى تطاولا بقوله وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَإِنْ عُدِدْتُ إِلْ عَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك لأن كفره لم يقف عند كفران النعمة أو بحود النعمة وإنما تجاوز إلى الكفر بالله عز وجل لأن المال أضغاه والنعمة التي تهذبه أضغط قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من طعب ثم من نطفة ثم سواك رجلا فكانت العاقبة وأحيط بسمعه فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها لم يبق فيها لا عنب ولا نقل ولا زرع ولا حتى ماء وأحيط بسمعه فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا كذلك العذاب في الدنيا بزوال النعمة والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون نسأل الله أن يرزقنا حسن شكر نعمه ونعوذ به من جهود النعمة ومن كفانها إنه ولي ذلك والقادر عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته